تصيحات فزع عالمية من تفاقم أزمة التجويع في قطاع غزة كيف تنظر إليها؟ ترويع، تجويع، تركيع كلها هدف واحد أنه إبادة ترتكب الوسائل تختلف أصعبها وأقصاها هو التجويع الصاروخ يقتل مرة واحدة أنا أحدث إلي طبيب من غزة قال الصاروخ يقتل مرة واحدة أنت لا تشار بس الموت في الجوع يقتلك مرات إلى أن تموت وربما أنه من عاش على تجروة السجون وأضرب عن الطعام يعرف ماذا يعني آلام الجوع الأشد إلى من هو الجوع مؤلم جداً لأنه لا تتخيل أستاذ زياد بيبدأ الجسم يتغذى بعد أيام عندما ينقص الغذاء بيبدأ يتغذى على النخاع العظمي وهذا يتسبب آلام شديدة بالمفاصل شديدة جداً لا تحتمل وما لهاش علاج وبيبدأ الصداع شديد بالرأس بيبدأ العيون ترى الألوان ليس كما هي تتحدث عن عن ألم لا يشبه أي ألم يعني إسرائيل هذه مأساة إنسانية وهذه جريمة إنسانية إحنا سمعنا عن مجاعات ويهرع العالم كله لهذه المجاعات لكن لأول مرة تصير تجويع تجويع في فرق بين مجاعة طبيعية الأنهار جفت الطبيعة بخلط بالمطر حصل جفاف الأراضي كذا لكن أنه يحدث تجويع متعمد والأسوأ من التجويع هو أن العالم يرى هذا التجويع ما استموت من الجوع أنا شفت الصور لأطفال ماتوا من الجوع شكلهم شيء مبكي شيء لا يتخيلوا عقل شيء ربما وتعبنا وإحنا نردد المقول لأنه الضمير العالمي والعالم ولا فش حسابات المصالح والسياسة ثبت أنه لا عواطف ولا إنسانية ولا شيء له علاقة بكل ما تمت صياغته في المؤسسات الدولية وحقوق الإنسان وكل هذه الحقوق الناس مقبلة على رمضان أنا لا أتخيل هؤلاء الناس الذين كانوا يتحضرون لرمضان ولديهم يتجهزون للاحتفال بي والاحتفاء بي والسحور والأفطور والفطار الآن هم خارج بيوتهم الآن هم جوعة كيف يعني بده يتصحر على الحشائش يعني مثلا وكيف يعني معادة الإفطار بده يفطر على شيء مخلوط بعلف الأرنب إذا تبقى والله فيه شيء تمارسه إسرائيل يا فوق التصور يعني لو يوم من الأيام تناقشنا بهذا الموضوع إلى أين يمكن أن تصل إسرائيل رح نسأل إنه رح تقلص المساعدات رح تعذب الناس رح تعمل الطراب بالأسواق لكن إنه تمنع أنا أذكر أستاذ زياد حرب 2014 واللي كانت تعد إسرائيل الحرب حرب 2009 كمان في حصار شديد وفجأة أنا أخي تاجر فجأة تسمح إسرائيل قبل الحرب بإدخال كميات غير عادية حتى لا تطالب بتهدئة الإدخال لمساعدات الغذائية نعم تدخل كميات غير عادية بتفتح المعابر على مصرعيها وبعدين نكتشف أنه كان فتح المعابر لأنه عشان الناس يتمون هذا كانت تفعله إسرائيل حتى لا يطالبها أحد بهدن إنسانية ولا غيره رح تقدم أوراق وثاق أنه أنا دخلت لا يكفي لغزة لثلاث أشهر فكذا كانت تفعل هذه المرة فيه إشي انتقام تجاوز الحرب وتجاوز السياسة وتجاوز الأخلاق والقانون الدولي وقالها يؤف جلانت منذ اليوم الأول للحرب لا غذاء لا ماء لا كهرباء لا كذا أو اللي تقدمت كوثيقة بالمحكمة الدولية لأنه هذا هذا يتعارض مع القوانين الدولية وقانون الحروب كيف ستمضي الناس رمضان في هذه المجاعة في حديث عن ضغوطات دولية بداية إدخال المساعدات ولكن غزة كما تحدثت الزميلة وسام أنه دخل خمسين شاحنة أو ستين شاحنة أو مئة شاحنة يوميا غزة كان يدخلها تمنمئة شاحنة غزة تحتاج إلى تمنمئة شاحنة هذا لأن غزة تزرع كل شيء غزة لا تستورد الخضار لا تستورد الشريط الشرقي لقطاع غزة اللي إسرائيل عينها عليه بدأت تحتل له هذا الكيلومتر هذا السلة الغذائية لغزة غزة عجيبة بطعة بثنين مليون وغزة تصدر في لحظة من اللحظات من الخضار نعم تصدر غزة غزة لا تستورد لا عمرها استوردت بندورة ولا كوسة ولا خيار غزة تصدر فراولة وغزة تصدر بندورة الطماطن وغزة تصدر كوسة غزة تصدر أشياء كثيرة هذه الـ 360 كيلو اللي عليها تنين مليون و تلاتمية ما عندهاش إلا شريط بامتداد كيلو متر كيلو متر واحد هذا عامل اكتفاء ذاتي من الخضروات لغزة بحيث أنه في فائض في فائض